ويا جماعة الدم عمر ما بصير مي فكيف إذا كان هذا الولد من الصالحين وعلى صلة مع أبيه طبعا أصعب شيء في موت الأب وموت الأم إذا كنت تعيش معهم أما حضرتك بتشتر في الخليج وإمك وأبوك موجودين في الأردن ومات إمك وأبوك الله يرحمهم والله كانوا يالله هين جاي يصلي عليهم بسهولة يعني نعم فيها صعوبة مختلفنا لكن لا تقارن مع الشخص الذي يعيش مع والدي في الصباح وفي المساء أو كانوا في نفس البيت وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما عندكها فلا تقل لهما أف ليش؟ لأن الكبير تصبح طلباته كثيرة أنا أذكر والدتي جعلت عندها هذا الصغير وقلت له سأعطيك على كل طلب لوالدتي قرشن فرجعت بعد ساعتين قل 82 طلب خلال ساعتين 82 طلب أنت ما ما بتتصور نوني المي افتح للجنية لا لا حطيلي على مي باردة لا دفيلي إياها شوف هذا كله إيش بس عشان تشرب مي لا ارفع الإحرام علي نزل الإحرام هذا ما بنفع وإنت في الخليج أو في دولة أخرى بدي أشوف في دولة أخرى ما بنفع ما في بر والدين تقول لي أنا في بلد وإمي وأبوي في بلد تضحك حالك مش ممكن إن لا عندك عندك هذا الشيء الساعة ثنتين في الليل بيصرخ والدك بيشرب كاسة ماء مش قادر يقول ما يستطيع أن يقول لي أشرب الماء وقد يبتلى بفقد البصر لا يعرف الليل من النهار فهكذا حال هذا الشخص الذي يبر والدي سوف يتصف شئت أم أبيت بالقلب الرقيق ولم يجعلني جبارا شقيا ليش وبرا بوالدي البر يسبب رقة قلب كيف تعرف أنك بار أم لا بمقياس وحيد بمقياس وحيد كيف تعرف أنك بار أم لا بمقياس وحيد انظروا إلى أوم التراك تفرع عند رؤيتك لا لا تستطيع أن تنام حتى تراك لا تستطيع أن ينام الأب حتى يراك أما إذا أنت في بقى خاص نام ابن يتوكل ارتاع الآن انسى الموضوع انسى الموضوع ما بنام ما بنام إلا بس أشوفك حناته أنت هنيئة لك وقل لهما قولا كريمة أما مشان اللي خلقك بتناشي نشوفك لذا الحريص يصل إلى مرحلة يتشكل برغبة والديه ماذا يريدان يقدم يا جماعة انظر الدموع تنزل من عينيه على أبيه ماذا حصل أيوة فنظر إليه فقال ما يبكيك أي بني ما يبكيك أي بني هكذا سأل ما يبكيك أي بني ما يبكيك أي بني لا لابد أن تنفعل ويكون عندك هكذا خطيب الجمعة أحدهم خطب الجمعة ونقول لكم الجهاد ذروة سنام الإسلام جهاد هي كذروة سنام هي كعبارتك طيب أيوة قلت قلت لمكانك 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 وما أرى بك قال فلا تبكي علي فإن الله عز وجل لا يعذبني أبدا وإني لمن أهل الجنة إن الله عز وجل يدين المؤمنين يدين 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 المؤمنين يوم القيامة بحسناتهم وأما الكافرون فيخفف عنهم بحسناتهم ما عملوا لله عز وجل فإذا نفذت قال ليطلب كل ليطلب كل عامل ثواب عمله ممن عمل له نعم إذن هو يقول له طبعا هذا يمدح نفسه طب لما يمدح نفسه لما يمدح نفسه أنه في سكرات الموت أنه يستحب أن يحسن الظنة أن يحسن المرأة الظنة جربه وهو يده هو يده أمورا قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذن هو في حالة الموت الآن يقبل على الله لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظنة بالله أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء عند الموت فتبدأ تتذكر المناقب الحسنة وأعمال الخير وأنت إيش على وشك الموت برك بوالديك طلبك للعلم نفعك للناس الصدقات وهكذا عشرات المسائل الحج العمر الصلاة الزكاة الفرائض الطعات تتذكر وأنت تموت حتى تحسن الظن بالله والنبي صلى الله عليه وسلم بشره بذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر